بالتأكيد يا فارس وده اللي اتفق عليه أراء خبراء التحكيم وتكلمنا عن عدم التعمد درجة التهور وتكلمنا عن درجات ارتكاب المخالفة طب تعالوا عشان نعمل كده نغير لون التشيرت نغير لون الأحبر واللون الأصفر ونجيب ألوان أخرى ونروح لرأي آخر في مباراة الزمالك والاتحاد وتحليل الكابتن ياسر عبد الرقوف الخبير التحكيمي في قناة نادي الزمالك لقطة طرد رزاق سي سي عشان نشوف في محاكاة للأمر ووقفنا عند بعض المصطلحات ولا لا نشوف رأي الكابتن ياسر عبد الرقوف نحن عندنا هنا بنتكلم دايما في مراحل مخالفة بنتكلم فيه إهمال التهور استخدام قوة زي ده المعايير دي حبنتكلم فيه القوة بنتكلم فيه السرعة بنتكلم فيه المكان اللي حصل فيه الدوس على القدم بنتكلم في اعتبارات كتير هل الاعتبارات دي موجودة عندنا هل انت شايف ان فيه سرعة شايف ان فيه قوة شايف يا خالد الرجلي مفتوح على الفرق عبر الرجلي الشمال ورجلي مين بتاعك ده بيدعف من القوة تمام الحاجة التانية السرعة اللي هو جاي بيها مش سرعة عالية اللي يكون برضو ان هو رجلي ما فدلتش مفروضة وان هي التانت ده كل ده بيقلل من القوة انا بالنسبة لي لعبة دي من لو قايمناها حنقول دي اقصى مراحل التهور اقصى مراحل التهور ولكن انا مش شايف ان هي فيها الشراسة دي مش شايف ان هي فيها نية الازال حقيقة انا شايف ان دي اقصى مراحل التهور ما فهمتاش يعني انت مع الطرد ولا مع انذار اقصى مراحل التهور دي يعني انذار انذار اه طيب بص على حالة قدامنا ماشي يا كابتن بس انت تقول لي انذار لا دي مش انذارها كابتن ارجع دي بتن حالة خالد 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 حاتا هاته 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 حاته وهي في الماشي هي بس ارجع ثانية لو سباحتي ما توقفوا ليش اعمل لها لي عادية خالص اعمل اريد برجل واحد اتنين خالد ده واحد واخد خطوتين واحد اتنين خطوتين مش اكثر من كده ما فهمش سرعة عايز اقطع كرة برجليه برجليه مش هتنزل إلا في المكان ده راح يقطع الكورة مش رايح بداية الإزاء ركزتوا مع المصطلحات أقصى درجات التهور الكابتن جمال الغندور لما قال أقصى درجات التهور قال إنذار الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناة نادي الزمالك في مباراة طرفها الزمالك في لعب مطرود من منافس الزمالك قال إيه أقصى درجات التهور يا كابتن ده ما فيش كورة ما هو رايح ونزل رجليه لتحت رايح بقوة أقل وبيلم رجليه نفس المحاكاة لنفس المشهد بالتأكيد كل حالة بتبقى مختلفة أكيد عن كل حالة ولكن إحنا بنحاول نقرب لكم الصورة عشان توصل الصورة للبعض اللي بادئ يتخطى الأزمة التحكمية اللي حصلت في أول مباراة في الدوري ويقول ما الأهل كمان بتحصل عنده أزمات تحكمية الغريب إن محدش بقى هنا توقف عن فكرة هو الإنذار الأول أصلا لأليو ديانج كان إنذار مستحق الجميع برضو اتفق على إن الإنذار الأول لأليو ديانج لا يستحق الإنذار يعني لما تيجي تقيم الأمر حاليا هتقول إن الأهلي لعب ناقص لعب اتحرم من لعب مهم المباراة التالية وهو أساسا لم يستحق الترب بإجماع خبراء التحكيم وبيتقال إن النادي الأهلي هو اللي بيتم مجاملته من الحكام بس دي ما كانتش اللقطة الوحيدة في مباراة الأهلي والإسماعيلي فارس راكلة الجزاء لميكي سوني البعض برضو تكلم فيها ولكن إحنا مش هنسيب حاجة تحكميا مش هنسيب حاجة كل حاجة هتلاقوها هنا لينا قول المنافس لأن دول الفريقين اللي بيتبار على الدوري نشوف أراء خبراء التحكيم وتحديدا الكابتن الشناوي في راكلة الجزاء لصالح الأهلي عشان عندنا تعقيم مهم وراكة الجزاء الناس فاكرة فيه دوسة على القدم ما فيش دوسة على القدم هي فيه شاط الرجل اللي بتتنقل بص يا جباتي بصوا بصوا هي دي هو بيجري خد رجل اللاعب خلاص زقال قدام خلاص فاقد التوزنك وبص هو بيسخط خلاص نقل الرجل نزلت على غير طبيعتها على غير الطبيع اللي هو عايزها فبالتالي سقط وبالتالي راكة الجزاء موجودة وقرار الحكم هنا بقى البعض حاول يقول ان هي صرخة ورجع مسح كلامه بس دي مش قصتنا ومش ده اللي حنقف عنده ولكن بنقف عنده راكلة الجزاء واضحة وصريحة ومستحقة احنا ما بنقولش ان احنا ما بنعرفش النام لو خدنا حاجة مش حقنا لان احنا فعلا فعلا ما بنحبش ناخد حاجة مش من حقنا وبنقولش ده شعرات البعض راح في سابع نومة بعد ما بدأ الموسم بحاجة مش من حقه وده برضو اللي لسه حيبقى لنا وقفة معي بالتأكيد فارس وعندنا كمان تأكيد من خبير تحكيم اخر وهو الغندور ولكن الكابتن جمال نشوف الفيديو هنا دي راكلة الجزاء محمد عادت زاوت رؤيته كيسة جدا اي تخليه شوف وفي نفس الوقت لم يتردد في احتساب راكلة الجزاء وبعد كده حصل تأكيد من حكم الفار لانه كل قررت اه بس شوف في المسك المسك طبعا ده يعني ايه اه اليدة هالي بينها قدامنا ولا اليدة خاص المسك واحدة من الاخطاء اللي بيعقب عليها القانون براكل حرم بشرة داخل مطقة الجزاء راكل الجزاء اذا واضحة جدا الحالتين اللي حصلوا في مباراة النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي حالة طرد أليو ديانج انذار مستحق والانذار الاول لم يكن مستحق والبعض روج لفكرة انه كان يتم طرده طرد مباشر الحالة التانية وهي راكلة الجزاء واعتقد الكابتن احمد الشناوي والكابتن جمال الغندور اتكلموا عن صحة راكلة الجزاء لكن في نقطة مهمة شغلت اراء جماهير النادي الاهلي وهي فكرة ان القرى دي ميكسوني اصر ان هو يلعبها البرسيتاو وكان موجود فرصة محققة الكابتن سامير عثمان تحليله في الموقف ده كان مهم جدا وبالنسبة لي كان رد طبيعي جدا على التساؤل دي قال هو يفضل انك ما تمنحش الفرصة في راكلة الجزاء ولكن كان قايل وانا بتطفق مع الرأي ده ان محمد عادل حكم المباراة كان واخد القرار وكان شايف افضل من اي فار وبالتالي لم يكن ابدا سيتراجع في قراره حتى لو الفارس تدعاه لانه شايف القرى كويس وانا بتطفق مع الرأي ده وشايف ان الكابتن محمد عادل بغض النظر عن بعض الفولات اللي كان ممكن لعيب الاسمايلي يحصله على انذارات ولكن قدم مباراة على مستوى متميز جدا عن مباريات الكابتن محمد عادل السابقة مع النادي الاهلي مش عشان ان هو منحنا راكل الجزاء لانه في النهاية طرد لعب من انذار وكانش عنده وما كانش عنده انذار مستحق اللي هو الانذار الاول قال يوديانجا ولكن لما بنشوف تطور او تقدم ملحوظ او بعض التركيز من حكم المباراة احنا ما عندناش مشكلة مع الحكم احنا نتمنى عدالة تحكمية ونتمنى نشوف ده في جميع المباريات مع جميع المنافسين مش فقط مباريات الاهلي شفنا من الزاوية اللي كان البعض بيشوف ان النادي الاهلي استفاد بيها من بعض الحالات وردينا بالورقة والألم طب تعالوا بقى نبدل المقاعد ولما نبدل المقاعد هنلاقي الورقة والألم بقولوا حاجات تانية خالص نشوف في البداية ركلة جزاء استفاد بيها نادي الزمالك شاف كابتن حازم امام ان هي ركلة جزاء صحيحة نطلع ونشوف الفيديو ضربة الجزاء من وجهة نظري والله لا مش عشان انا سمالكاة ولا حاجة بس انا شايفها في الاول قلت انا فاش حاجة في الاول حاجة لكن بعد لما تعادت اوباما واخد الكرة الاول وهو بيجري فيه اتنين عاملين تاكلينج انا شايف فيه احد منهم خبط في رجل وهو واخد الكرة قابليهم يعني هو لو ما وقعش خلي بالك الاتنين على الارض وهي كرة قدامه يعني ممكن يمشي هيبقى خلاص انفراض مفيش داعي ان هو يقع لو هي كرة بيمثل لان هو لو هو بيمثل هيمثل ليه ما هي كرة قدامه وقفة قدام يعني خدها هو اللي خدها ورايح للجون والتنين واقعوا على الارض خلاص طلعوا برها اللعبة دي وجهة نظري طبعا الناس يقول لك انت زمانك وانت مش عارف ايه وبتاع بس والله انا شايفها كده يعني وشايف ان التصوير مبينها من كزا لقطة يعني فيه لقطة اللي هي بقى من ورق مش من ورق جون ورق جون مش بينا طبعا لا من ناحية بقى الناحية التانية مش من ورق جون الناحية بتاعت قدام قدام الجون هي دي من وجهة نظري مبينة شوية الجون ده فتح المطش طبعا وخلى امبي يلعب شوط التاني ضغط على الزمالك وكان احسن في اول 8-25 دقيقة ركلة الجزاء كابتن حازم شايفها صحيحة مش عشان هو زمالكاوي وشافها من وراء الجول ومن جنب الجول ومن قدام الجول ومن كل الزوايا بس تغاضى تماما عن سيف الجزيري والمخالفة اللي كان عاملها لسه هنروح للقراء ولكن فيه حتة مهم جدا انه قف عندها لانه استغربتها جدا في الكلام كابتن حازم مش بس شاف ان ركلة الجزاء صحيحة ده كمان شاف ان امبي اللي اتحسبت عليه ركلة الجزاء غير صحيحة استفاد من ركلة الجزاء انه لعب كويس ولعب افضل بعدها طب ما يمكن كان الافضل ليه انه يفضل مقفل ويطلع الجيم درون وما يحتاجش انه هو يهاجم ويفتح خطوطه فيخسر لا هو شاف انه استفاد من ضربة الجزاء حاجة تانية مسابقة كده اتفرج على جميع المحللين الزملكوية اللي بيحللوا الدوري المصري كابتن عيمال يونس كابتن فاروق جعفر كابتن حازم امام امتى اخر مرة حد فيهم في حاجة لعبة تحتمل الشك او لا تحتمل الشك شاف ان هي ليست لصالح الزمالك ما تفكرش هتخسر المسابقة لان ده ما حصلش اطلاق ده فارس اسمه الانحياز التأكيدي الانحياز التأكيدي انا متأكد ان الكابتن حازم امام فعلا ما شافش اللقطة اللي بتوضح ان الكرة مش راك للجزاء لان هو بيتصرف طبعا لمعتقداته كمنتمي واحد اساطير ورموز نادي الزمالك لكن الحقيقة انا برضو مستغرب فكرة ان هو بيجزم ان ليه اوباما وقع وشال عنه فكرة السيميليشن والحقيقة هنا بقى ارساله للتحكيم المصري بشكل عام يا جماعة ما ينفعش ما ينفعش لاعب او فريق او عدة لعبين في كل وقت بيحطك تحت اختبار وبيضغط عليك وبيبتز صفارتك انك تصفر راك للجزاء اللاعب اللي يقع داخل منطقة الجزاء اعمل زي ما محمد عادل بالضبط عمل مع لاعب الاسماعيلي لاعب الزمالك الصابق احمد مدبولي من مدرسة الزمالك فدخل في كرة مع بدر بنون عمل سيميليشن محمد عادل صفر اداله انذار خمس او ست لعبين او خمس او ست مواقف دايما بنشوفها في بعض المباريات والحكم بيتجاهل الفكرة دي برغم ان ده اصلا اول شيء بيضغط على الحكم وبيضع دايما ضغط 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 بفكرة راك للجزاء اتمنى من التحكيم المصري ياخد باله من الكرة دي مع اي فريق ومع اي لعب يحاول ان هو يبتز صفارة الحكم باطلاق راك للجزاء لكن كابتن حازم زي ما قلت هو فكرة معتقده كذا ملكاوي فشاف الكرة ويركز على فكرة اوباما فقط لغير فحبين نجيب له رأي خبراء التحكيم لما بيتعاملوا بتطبيق القانون مش بالعواطف نطلع نشوف رأي خبير تحكيمي ونرجع نعقب مبدئيا في دفع ملعيب نادي الزمالك على مدافع نادي ام بي الدفعة دي خطأ الدفعة دي خطأ لازم يتم احتسبها لو محمود ما شافهاش وبعد كده حسب راكلة الجزاء يبقى لازم لازم حكم الفاري نادي ويشوفها يا كابتسيف أنا بقولي نادي يشوفها إيه حتى زدت لأكيد يعمل معك هنا قبل ما تكلم على راكلة الجزاء لا في دفع من لعيب نادي الزمالك لمدافع نادي ام بي اللي خلاه وقع بعد كده لعيب نادي الزمالك جاي من وراء واخد القرار واخد القرار انه يقع كرة دي ما فيهاش راكل الجزاء لا دي فيها خطأ من الأول على مهاجم نادي الزمالك اهو الدفع واضحة احنا جبناها من كذا زاوية لعيب نادي الزمالك جاي واخد القرار هنا كان لازم حكم الفيديو غير الخطأ يا كابتن فيها خطأ ولا لا 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 فيهاش خطأ عندنا لعيب نادي الزمالك جاي من وراء واخد القرار بتاع الجنب بتاع الدايفين الكابتن سامير عثمان وضح الطبيعي جدا في تطبيق تقنية الفار ان انت لما بتشوف الخطأ بتشوف بداية الهجمة وبتشوف اكتر من زاوية يمكن هنا في البرنامج ده اتكلمنا كتير والله والله اتكلمنا كتير في مبارات الزمالك والمصري البورسعيدي لما حكم الفار وراء الكابتن محمود البنة لقطة فيها لمسة يد وتجاهل لقطة فيها دفع من مهاجم الزمالك لمدافع فريق النادي المصري وقولنا يا جماعة يا ريت بعد اذن حضراتكم اعرض الصورة كاملة لحكم الساحة عشان ياخد قرار حكم الفار وانا هنا لازم عشان ما نتكلمش بشكل عام الكابتن حسام عزب وحكم الساحة الكابتن محمود ناجي عشان لازم نتكلم باسماء الحكام عشان ما نظلمش كل اسماء التحكيم المصري لما نقول التحكيم المصري بشكل عام لا في حكام بيجيده اتخاذ القرارات وحكام لا تجيد اتخاذ القرارات فلازم نحط قاعدة ان لازم اسم الحكم الذي لا يجيد اتخاذ القرار يكون واضح للمتلقي فحكم الساحة الكابتن محمود ناجي ولواقع صبقة في الموسم قبل الماضي ماتش الزمالك وحرس الحدود لما كان متأثر وغضبان جدا إن حكم الفار استدعاه لركل الجزاء لصالح حرس الحدود ونزل طبعا أو خد قرار إنه مش يحتسب ركل الجزاء نهاردة بيحتسب ركل الجزاء ليوسف أوباما خبراء التحكيم قالوا إن في خطأ واضح على سيف الجزيرة اللي دافع مدافع أمبي فوصل إن بقت كورة مشتركة بين يوسف أوباما ومدافع فريق أمبي وحكم الفار حسام عزب عشان نعرف الأسماء دي كويس لأنه مهم جدا زي ما بنشيد بحكام بالأسماء برضو الحكام اللي بتخطأ نوضح بالأسماء حسام عزب حجاج ابن الكابتن عزب حجاج شوفنا السنان اللي فاتت أزمة برضو تخص ابن الكابتن أحمد الشناوي ونتمنى إن التحكيم يسير في مسيرة أفضل وما يكونش فيه أي شكل من أشكال المجملات في التعينات ولكن ما كانش كابتن سامير عثمان آخر حد قال رأيه في اللعبة عندنا كمان رأي كابتن جمال الغندور في ضرب الجزاء الزمالك مستحقة ولا مش مستحقة وإيه اللي بيحصل من مهاجم الزمالك التاني زق مدافع إيه دي بس كده هي مش دي دفعة هي دي كمان تمت على فكرة قبل حتى يعني العرقالة أو الالتحام إذن لو أنا فيه التحام ولو فيه فعلا رطلة جزاء لابد أن أرجع للإي بي بي أرجع لمراجعة الحالة هلاقي قبلها كان فيه مخالفة وبالتالي هاحتسب المخالفة طيب اللي هي المفاول اللي هو على المهاجم اللي هو المهاجم طيب اللعبة نفسها بقى أنا يعني عايز صورة توريني فين المخالفة اللي ارتكبها لعب MP لافيش بالرجل من طاقة أنا بدور أنا عمال أدور صراح خلينا تعال أنا وإنت يا كريم ندور نشوف المخالفة فين اللي هي أصلا خلاص إحنا اتفقنا إن إحنا أصلا أنا عندي مخالفة قبليه وصلت الراجل يدوغر على راكل الجزاء هو وكريم وأنا وأسامة قمنا ندور والفيديو شغال وما حدش لايه حاجة ما حدش لايه حاجة غير حكم الفار وحكم الساحة وأعتقد لعبة محتاجة كتير جدا من الوقفات لأن السنة اللي فاتت شوفنا 15 راكل الجزاء بيستفيد بيوم الزمالك المرة دي يبدو إن البعض في طريقه إن هو يكسر الرقم القياسي لنادي الزمالك ويحقق عدد راكلات الجزاء وعدد نقاط أكتر نتيجة أخطاء تحكمية عايزين وقفة وعايزين يكون في تحكيم أفضل خلينا بس نأكد 15 نقطة وليس 15 راكلة جزاء ولكن طيب ده الكابتن سمير عثمان والكابتن جمال الغندور لكن تعالوا بقى نشوف كمان الكابتن ياسر عبد الروف من داخل قناة نادي الزمالك رأيوا إيه في الكرة بتاعة أوباما دي نشوف الفيديو عشان بعض الناس في أمبي قالوا إنها مش ضرب الجزاء أو إنها ضرب الجزاء إحنا قدامنا صورة حنتكلم بالصورة ونشوف فيه مدافع وفيه مهاجم ننسى بقى أوباما شوية ونركز على الاتنين اللي هناك اللي قدامنا اللي هو الجزيري ومدافع أمبي ونمشي ونشوف إيه اللي هيحصل الإيد دي يا كابتن طارق معلش نقف الإيد دي هل هي فيها دفع ولا ما فيهاش دفع بس هو لم يتأثر اللاعب يا كابتن أنا سؤال يا كابتن طارق تمام فيه دفع ولا ما فيهش دفع يعني خفيفة يعني فيه دفع خفيفة تمام مش دفع يعني هو يبقى هنا رقم واحد فيه دفع على مهاجم الزمالك واضح طبعا إن فيه نزول بالمقعدة وطبعا ده إهمال هو مش قصد إنه هو يعمل كده ولكن طبعا ده نعمل أنواع الإهمال المخالفة موجودة آه مخالفة موجودة فيه ركل الجزاء على المخالفة آه فيه ركل الجزاء ولكن أنا مفترض بيه كحكم فار إن أنا بيراجع على حاجة اسمها إي بي بي اللي هي مراحل بناء الهجمة هل كان فيه مخالفة قبل كده أو لا كان فيه مخالفة قبل كده على آه الجزيري فالمفترض إن هو يقول الحكم فيه مخالفة من المهاجم قبل ما المدافع يرتكب مخالفة ضد المهاجم زميله لو رجعنا على اللعبة بالشكل ده وخرج محمود ناجي وشاف إن فيه دفع ركلة الجزاء حتتلغي وحيحسب مخالفة على المهاجم كابتن طارق فيه دفع خفيفة يعني الرجل ما ماتش يعني ده دفع خفيفة بس أنا عجبني إن الكابتن طارق جاب اللقطة للكابتن ياسر عبد الرقوف المسم الماضي في مبارات الزمالك والمصري كان الكابتن ياسر عبد الرقوف مع مقدم برامج آخر قعد تقريبا إسبوعين يدور على لقطة اتباهتولي ركلة جزاء الزمالك والمصري عشان أتكلم عليها وتقريبا من السنة اللي فاتت ما جاتلوش لقطة فحسنا فعلا الكابتن طارق إحياء إنه جاب للكابتن ياسر عبد الرقوف اللقطة اللي واضح فيها إن فيه خطأ قبل ركلة الجزاء فبالتالي كان ده قرار أو رأي الكابتن ياسر عبد الرقوف وأعتقد ده واصل بشكل كبير جدا للكابتن حازم إمام إن ركلة الجزاء ليس لها أي محل من الصحة بس الأهم يا فارس إن احنا هنا في البرنامج عندنا عينيه بص يعني أحدهم قاعد بيتفرج علينا عشان يهاجم كالعادة ومستنى يقول بص جابوا ضربة الجزاء اللي لزة مالك وقالوا إن فيها شك بس ما جابوش ضربة الجزاء اللي لزة مالك لا احنا هنا بنتعامل مع مسألة التحكيم بشكل كامل بنستعرض الأخطاء اللي للمنافس أو على المنافس واللي لينا واللي علينا عشان كده نستعرض كابتن ياسر عبد الرقوف نفسه وهو بيتكلم عن ركل الجزاء لزيزو لم تحتسب لصالح ناري الزمالك نطلع ونشوف الفيديو وعايزين نقول النهاردة المدافع راح يلعب الكورة ولا هو رايح يعمل حاجة تانية غير لعب الكورة رأينا المهاجم زق الكورة رأينا المدافع راح لليس باللعب بالضبط كده كابتن طالب جسم المهاجم احنا النهاردة بنتكلم إن المهاجم زق الكورة خلاص والمدافع مش رايح في تجاه الكورة أنا كان ممكن أروح في تجاه الكورة لو أنا خدت المهاجم في ظهري وكملت عليها ولكن هو رايح يعمل أعاقة تمام ودي اسمها أعاقة أو منع تقدم الخصم يعني يضرب الجزاء؟ طبعا ركل الجزاء ضرب الجزاء ما تحسبتش ما تحسبتش وكان يجب على حكم الفار إن هو يدخل فيها بعض الناس ممكن تقول مش هي دي اللي تحسب عليها ركل الجزاء ممكن وإحنا في الملعب بنحسهاش الإحساس ده ولكن إحنا طبعا عندنا صورة وعندنا تقنية فار وعندنا إن الرجل مرحش على الكورة وبدأ إن هو يروح على جسم المهاجم حتى لو المهاجم بالغ في السقوط لأ هو ياخد المخالفة بتاعته ركل الجزاء غير محتسا وكان يجب على حكم الفار إن هو يدخل ويدي نصيحة لحكم الملعب إن يشوفها زي ما إحنا شايفنا كده آه لو تحل الجميع بضمير الأهل خط أحمر عرضنا اللي للزمالك واللي على الزمالك ولكن في حاجات بقى تانية أسامة محتاجين نقف عندها لأن بما إن البعض تكلم عن إنذار وطرد دياني فعندنا إنذارات كتير جدا وبنقيم الحالة التحكمية نفسها للحكم الساحة الكابتن محمود ناجي والحكم حسام عزب من يتحمل أخطاء حكم الساحة ويتحمل أخطاء حكم الفار في القرارات المفترض يتدخل فيها الفار ولكن للأمانة إحنا جبنا الكابتن ياسر عبرقوف لأن الكابتن أيضا سامير عثمان والكابتن جمال الغندور قالوا إن فيه ركل الجزاء لزيزه ولكن للأمانة بما إننا بنتكلم في كرات زي دي فيه كرة شبيهة جدا بيرستاو أعتقد مع مروان صحراوي تقريبا في ديئة 51 مروان صحراوي ما نجحش في إنه يلعب الكرة وارتطم بقدم بيرستاو وسقط بيرستاو ولم يتحدث أحد إن دي زي دي ولكن خلينا نكمل فيه مباراة الزمالك وإنبي أصبح الآن الحكم مخطئ هو حكم الفار في احتساب ركل الجزاء غير صحيحة والتغاضي عن ركل الجزاء صحيحة ولكن الإنذارات موقفها إيه وهل هيبدأ يكون عندنا حصانة للعبين ضد الطرد من بداية الموسم تعالوا نشوف الفيديو ده والخبير التحكيمي ونرجع نعقل فيه مسك من طريق حمد للعب إمبي طيب مرسي إحنا بنقول إن المسك عشان أطلع له إنذار حاجتين يا إما منع هجم وعدة يا إما إن أنا بمسك بشكل صارخ تمام هجم وعدة لا أعتقدش إن إحنا لو فتحنا الصورة شوية هنلاقي إن فيه مهاجم واحد بس من إمبي هو الموجود وفيه أكتر من مدافع ولكن المسك بالشكل ده ده مسك صارخ بالتالي كان يصحق عليه طارق إنذار للمسك الصارخ مش لإفساد هجم وعدة أدي مسك بالإيد كمل كمل تمام وهو مصمع على المسك وبعدين بالإيد التانية كمان محمود شاور ركلت مرة وبعدين إدانا انطباعا أنه هو بيحذر المهاجم إن أنت ما تكررش كلام ده أو ما تعملش كده تاني والعابة بتطلبه أنه هو يدي له إنذار ولكن المخالفة موجودة والعاقة موجودة وكان فيه إفساد لهجم وعدة بالتالي كان مفترض هنا القرار إن يبقى فيه مخالفة الإمبي ومعاها كمان إنذار لإفساد هجم وعدة والحقيقة ده ما حصلش الكابتن محمود ناجي أول حكم مصري في أول مباراة يمنح حصانة لطارق حامد من الطرد وكمان للمسلوسي كابتن طارق حامد في ديئة 17 إنذار واضح جدا ورؤية الحكم واضحة جدا وفيه إصرار على الخطأ مرة واثنين وثلاثة والكابتن محمود ناجي ما طلعش الإنذار للاعب مركز 6 لأن ديئة 17 وده ممكن يحجمه توقعي في ديئة 51 هجم وعدة لفريق إمبي بيتدخل الكابتن طارق حامد بلعبة تستحق الإنذار فبيمنح الكابتن محمود ناجي حكم الساحة الإنذار بس ده مش المفترض يكون الإنذار الأول لكابتن طارق حامد ده كان المفترض يكون الإنذار الثاني لكابتن طارق حامد وبالتالي أصبح عندنا راكل الجزاء لصالح نادي الزمالي غير صحيحة وراكل الجزاء تغاد عنها التحكيم وطارد لطارق حامد في ديئة 51 تأثيره مش هيكون داخل التسعين ديئة فقط لغير ويمنح أفضلية لفريق إمبي لا كمان كان هيمنح أفضلية لفريق منافس نادي الزمالي في الجولة التانية وهو طلاقع الجيش بس ما كانش طارق حامد كان أيضا مع المسلوسي كان المسلوسي أيضا يستحق الطارد نطلع ونشوف كابتن جمال الغندور ورأيه في الإنذارات ونرجع نحق نشوف هنا طارق حامد طارق حامد هنا يعني بوس الأول مسك تمام لغير دلوقتي كده هنا مخالفة بس أي لغير دلوقتي مخالفة بس تمام اللعب عد ماشي نكمل خلاص الحكم ادأتاحت فرصة مثلا أول لعب مشي تمام رجع تاني مسك تاني يبقى فيه إصرار اسمه إصرار على مخالف القانون اللعبة وده موجودة في المدى 12 الإصرار على مخالف القانون وبعد نمسك تالت مرة كان لابد أن يحصل على أنزار فازين ما خدش أنزار طارق حامد ما خدش أنزار بس تستحق أنزار طبعا طبعا كانت تستحق أنزار وإصرار على مخالفة قانون اللعبة وأنا عايز أقول أحد أهم المساهمين في الكفاءة الفنية لطارق حامد هم الحكام المصريين لأن كام لعبة بيخالف فيها قانون اللعبة زي ما قال وبتتحسبش فبتتديله دايما أحد أهم أسباب راس ماله وهو الشد والجذب والزق والدفع وكل ده بدون كروض صفراء بتنعكس على العدالة الفنية لو طارق حامد اطرد مسلوس اطرد راكل الجزاء لم تحتسب احتسبت غير صحيحة لنادي الزمالك هل كنت تعتقد أن تحركت المباراكة هتخرج بنفس الشكل أكيد لا تروح للكابتن جمال غندور وهو بيوضح لنا اللقطة اللي حصل فيها يعني إنزار غير مستحق أو إنزار بطريق خطأ وتم تصحيح الإنزار ولكن الكابتن جمال غندور كان شايف برؤية أشمل وأوسع نشوف تعقيب الكابتن جمال غندور على الإنزار لحمزة المسلوسي والبار مش هيتدخل ليه؟ لأن دي مخالفة خارج منطقة الجزاء شوف تعناعي السؤال هي الرجل اليمين بتاعة لعب الزمان دي بتعمل ايه؟ بتتحطي في سكة اللاعب عشان تعرقل وما قطعش الكرة وما قطعش الكرة وما وصلش الكرة ده الكرة تلعبت من خلاله ودي العرقل ركلة حرة مباشرة وإنزار لم تحتسب المخالفة ولم يعطى الإنزار تمام؟ تمام تعامل من محمود علاء مع الحكم غير لائق بالمرة هل يتكلم صراحة والحكم مركز أنه يكتب الرقم العمل المخالفة مش محمود علاء العمل المخالفة هو الرقم 14 عمزة المسلوس خلاص؟ وارد لكن أنا صراحة محمود علاء أقول له ما تزعق ليش كتير قوي أنا معرفش إيه اللي حصل لكن هفتري يا كريم أنت في الملعب وأنا زعقت لك هل ده يعطيت الحق أنك أنت تزعق لي؟ لا طبع بالتأكيد إيه اللي حصل لا اعتراض بشكل غير الله أنا معرفش إيه اللي حصل من الصورة الغد لو أنت قلت لي هل محمود علاء عنده إنزار أو لا أنا معرفش لغاية إتلغا لغاية إذن محمود علاء ما عندهش إنزار لا ده كلام صحيح بالنسبة للجزء الأولاني من الحالة طب الجزء التاني من الحالة أين حساب الاعتراض الاعتراض وبالصوت أين حساب الاعتراض الكابتن محمود ناجي إزاي وافق إن هو يشوف لاعب يتعامل معه بهذه الطريقة ولا يأخذ أي قرار إداري تجاه الكابتن محمود علاء إذن إحنا عندنا في المباراة دي ركل الجزاء غير صحيحة تم احتسابها حكم الساحة محمود ناجي حكم الفوار حسام عزب ولازم أذكركم دايما بالأسماء عشان إحنا هنشيد بالحكم الجيد وهنقول أسماء الحكم المخطئ في قراراته نختار أخضاء الحكم كمان معناية المخطئ بالضبط النقطة التانية والمهمة جدا فيه طرد مستحق الطارق حامد في ديئة 51 لو كان تم تطبيق القانون في ديئة 17 النقطة التالتة طرد مستحق الحمزة المسلوسي اللي كان يستحق انذار في قرى مع لاعب امبي في هجم وعدة والقرى الأخيرة اللي خاد فيها الانذار بعد ما تراجع عن منح محمود علاء ومنحه الحمزة المسلوسي للتاني لعب كان المفترض يترد التالتة هنسبها لاختيارات الجمهور هل من وجهة نظركم محمود علاء كان يستحق الطرد بعد الحالة أو الصورة اللي شفناها مع الحكم محمود ناجي ده تساؤل بنتراحه لحضراتكم عشان نطلع من مباراة البعض بيتكلم عمرات القائل والإسماعيلي بمباراة فيها رقلتين جزاء قرارات خاطئة وتلات لعبين اتنين على الأقل بتطبيق القانون كان لازم يتردوا من نادي الزمالك هما طارق حامد وحمزة المسلوسي ولكن الكابتن محمود ناجي اعتقد كان له رأي فيه حصانة لبعض اللاعبين من الطرق